موسيقى جرائم حوثية تفوق الوصفة بحق المدنيين في العبدية وتدمير ست قرى بعد اقتحام الميليشيات لمركز المديرية ميليشية حوثية الرهابية تواصل استهداف المدنيين وتفتح نيران أسلحتها على منازلهم في حيز موسيقى الميليشية الحوثية تقتل وتشوه 22 ألف مدني منذ العام 2015 موسيقى من استديوهتنا في الجمال اليوم أهلا بكم قطعت ميليشية الحوثي خدمة الانترنت والاتصالات على مديرية العبدية جنوبي مارب وتقول مصادر بأن المواجهات في المديرية ما تزال في ثمان عشرة قرية وعزلة في ظل تدمير كلي للميليشيات لست قرى ما تزال العبدية إلى ساعة كتابة التقرير بعيدة عن أي تغطية إعلامية أو القدرة على الوصول إلى مصادر مسؤولة من داخلها بعد أن أنهكتها ميليشية الحوثي لقرابة شهر من الحصار في ظل أحاديث عن تكثيف ميليشيات الحوثي القصف على قراءها ومناطقها التي تعربد فيها تفجيرا واعتقالا للرجال القبائل محاسبة إياهم على صمودهم في العبدية يعتم الحوثي حاليا على جرائمه بقطع خدمة الانترنت والاتصالات بشكل كلي عن السكان في المديرية الجنوبية محافظة مارب من كونترول صنعة كما قامت ميليشيات الحوثي أيضا بقصف أبراج الاتصالات في المديرية وعزل المدنيين المحاصرين عن أي تواصل خارجي أنباء من بعيد تقول أن الحوثي بقصف صاروخي أحال عددا من قرى العبدية إلى رماد في حين تواصل شن الهجوم الوحشي الواسع على ثمانية عشر قرية أخرى كما يتم تنفيذ حملات اعتقالات حوثية واسعة بحق القبائل من الجرحى والأطفال وأنباء عن تفجير منازل وهي نتيجة طبيعية ومتوقعة من الميليشيات التي تتعامل مع المناطق العصية بعد اقتحامها بانتقامية بحتة يعاني الآلاف من كارثة إنسانية غير مسبوقة في العبدية جراء استمرار الميليشيات الحوثية في فرض حصار جائر عليها منذ نحو شهر وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاوان ومختلف أنواع الأسلحة في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وصد صمت دولي وأممي غير مفهوم وغير مبرر إلى ذلك وصفت منظمة حقوقية مخلية ما تقوم به ميليشي الحوثي الارهابية بحق أبناء العبدية جنوب مخفضة مارب بالأعمال الانتقامية بحق سكان المديرية وذلك بعد قرابة شهر من محاصرتها لنحو خمسة أو خمسة وثلاثين ألف نسمة ومنع وصول المساعدات وقالت منظمة حماية للتوجه المدني على تويتر أنها تلقت بلاغات تفيد عن أعمال انتقامية يمارسها الخوثيون بحق السكان في المديرية وأشارت إلى أن هذه الأعمال شملت مداهمة للمنازل واختطاف الجرحة ونهب الممتلكات الخاصة وإحراق المحاصيل الزراعية وأكدت قيام الميليشيات بقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما في أحدى القرى في المديرية وسط فرار لعشرات الأسر من قرها وديارها في موجة للنزوح تعتبر هي الأكبر وأوضحت المنظمة أن إفلات المجرمين من العقاب وعدم المساء لا يمكنهم من ممارسة جرائم إضافية أخرى بحق المدنيين من جانبها دعت الولايات المتحدة الأمريكية الخوثيين إلى السماح فورا بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات المنقذة للقياه ومعالجة الجرحى في مديرية العبدية وقالت وزارة الخارجية أنه يجب على الخوثيين الاستماع إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء اليمن والمجتمع الدولي لإنهاء الصراع ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة وأضفت أن جماعة الخوثي تعيق حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية وتمنع الخدمات الأساسية من الوصول إلى 35 ألفا من سكان مديرية العبدية وأضفت أن تصعيدا حوثيا حول المدينة أو حول المدينة يظهر استخفافا صارخا بسلامة المدنيين واعتبرت هذه الأفعال تضيف مزيدا من العباء إلى الوضع الإنساني المتردد بالفعل بما في ذلك نزوح المزيد من اليمنيين داخليا فتحت ميليشيا الحوثي الإرهابية نيران أسلحتها على تجمعات سكانية في مدينة خيس جنوبية الخديدة وأفدت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت النار من أسلحتها الرشاشة المتوسطة صوب منازل المدنيين في المدينة وبصورة كثيفة وأضفت المصادر أن الاستهداف الخوثي خلف حالة من الهلع في صفوف المدنيين من النساء والأطفال وارتكبت ميليشيا الحوثي الإرهابية ألاف الخروقات والانتهاكات منذ إعلان الهدنة الأممية في العام 2018 إلى ذلك لقي عناصر من ميليشيا الحوثي مصرعها وجرح آخرون على أيدي القوات المشتركة جرى خروقاتها المتواصلة وأفدت مصادر عسكرية أن الميليشيات حاولت استهداف مواقع عسكرية في خطوط التماس بقذائف الهون وكذل أسلحة الرشاشة في جبهات كيلو 16 والدريهمي والجاح مؤكدة أن القوات المشتركة وجهت ضربات موجعة وأوقعت إصابات مباشرة في صفوف الميليشيات وأخمدت مصادر نيرانها يذكر أن القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران للميليشيات الحوثية خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في مختلف جبهات القسال كبدت الحوثيين خسائر فادحة كما أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل خوثية في الفازة التابعة لمديرية التحيطة جنوبية الخديدة وقالت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة ضد مجاميع خوثية حاولت اختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تمكنت من إحباط محاولة التسلل وكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح وفي تعز أسقطت القوات الحكومية طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الخوثي غرب مخافظة تعز وذكر مراسلنا نقلا عن مصدر عسكري أن القوات الحكومية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة كانت متجهة إلى مواقعها وأضاف المصدر أن الطائرة المسيرة قدمت من اتجاه جبل غباري وتم استهدافها في المنطقة الآمنة بمفرق الشراجة التابع لمديرية جبل حبشي ومنذ سيطرة ميليشيا الخوثي على صنعاني هاية العام 2014 وإسقاط مؤسسات الدولة بقوة السلاح قتلت وشوهت أكثر من 22 ألف مدني الحرب تخصد أكثر من 22 ألف مدني في اليمن منذ مطلع عام 2015 وحتى 6 أكتوبر 2021 حسب تقرير للفوضية السامية لحقوق الإنسان حيث استهدفت الميليشيا الخوثية المدنيين والعيان وقصفت الأحياء السكنية بالمدفعية بشكل عشوائي وانفجار الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات وارتكبت جرائم حرب بحق المدنيين وبحسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان فإن الحوثيين ارتكبوا عمليات القتل والإخفاء القصري والاحتجاز التعصفي والتعذيب وتجنيد الأطفال والتشريد القصري من بين انتهاكات وتجاوزات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقضى حوالي 233 ألف شخص بسبب العنف منذ عام 2015 بما في ذلك 130 ألف شخص توفوا نتيجة نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية التي دمرتها وأوقفتها الميليشيات وأدت الأعمال العدائية الحوثية إلى تدمير المتلكات المدنية والبنية التحتية وسبل العيش وتواصل ميليشيات الحوثي شن هجمات وقصف الأحياء السكنية وإطلاق الصواريخ والقذائب بشكل عشوائي على القرى والمدن ما تسبب بخسائر فادحة في المدنيين الذين يعيشون في مجتمعات بدون خدمات أساسية سبع سنوات من الحرب شهدت خلالها العملية التعليمية في البلاد تدهورا هو الأسوأ في تاريخ اليمن خصوصا ما يعانيه الطلاب من مخيمات أو في مخيمات النزوح ممن حرموا من حقهم في التعليم وباتوا خارج المدارس مرحبا بكم واقع مرير يتجرعه طلاب اليمن في زمن الحرب خصوصا بعد خروج اليمن عن دائرة التصنيف في مؤشر دافوس لجودة التعليم العالمية للعام الجارية لكن مئات الآلاف من الطلاب ممن يقيمون في مخيمات النزوح هما الأكثر حرمانا من التعليم في اليمن وغير قادرين على الالتحاق بالمدارس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في ماربا كشفت عن وجود نحو 130 ألف طفل وطفلة يعيشون في مخيمات النزوح ولن يتمكنوا هذا العام من مواصلة تعليمهم لعدم توفر مستلزمات الدراسة للعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم في الحكومة كشفت عن أسباب عدة منها أن مدارس المحافظة ممتلأة وغير قادرة على استيعاب العدد الكبير من الطلاب أو لبعدها من مخيمات النزوح ولهذا فإن أعدادا كبيرة من الطلاب في مخيمات النزوح لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس خلال العام الجاري وهناك أسباب أخرى حرمت الآلاف أو آلاف الطلاب من حقهم في التعليم منها عدم قدرة أهاليهم على تحمل أعباء ونفقات الدراسة وهناك مشكلة أخرى مرتبضة بعد موجود وثائق لأعداد من الطلبة أو لأنهم فروا من مناطقهم دون أن يتمكنوا من الحصول على الوثائق التي دائما ما تكون لدى إدارة المدارس وتصادف مأرب وحدها واحدا وستين في المائة من النازحين اليمنيين داخليا وفيها أكبر مخيم للنزوح في المحافظة وهو مخيم الجفينة حيث يضم عشرة آلاف أسرة بتعداد تجاوز أكثر من خمسة وسبعين ألف فرد معظمهم نساء وأطفال منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف حذرت في يوليو الماضية من احتمال ارتفاع عدد الأطفال الذين يواجهون خضر الحرمان من التعليم في اليمن إلى ستة ملايين طفل مؤكدة أن أكثر من مليوني طفل في سن الدراسة أصبحوا الآن خارج المدارس بسبب الفقه والنزاع وانعدام الفرص أما الوجه الآخر لواقع التعليم في اليمن فهو المعلمون وما وصلوا إليهم من معاناة بسبب الحرب فمنهم مائة وسبعون ألف معلم أي ثلثي المدرسين لم يتقاضوا رواتبهم بشكل منتظم لأكثر من خمسة أعوام بسبب الصراع القائم والتجاذبات السياسية ما يعرض نحو أربعة ملايين طفل إضافي في اليمن لخاطر الانقضاع عن الدراسة باعتبار المدرسين الذين لا يتقاضون رواتبهم يفضرون لترك التدريس والبحث عن أعمال أخرى لإعالة أسرهم وتسببت الحرب في توقف ألفين وخمسمائة مدرسة عن العمل وتضرر 66% من مدارس البلاد ويرى مراقبون أن للانقضاع عن التعليم تداعيات كارثية أبرزها إجبار الفتيات على الزواج المبكر كما يجبر الفتيان على العمل أو تجنيدهم في القتال وبحسب بيانات منظمة العمل الدولية فإن أكثر من مليون ونصف المليون طفل يعملون بمهن مختلفة قبل اندراع الحرب بنسبة تجاوزت 34% من إجمالية الأطفال ويبدو أن هذا الرقم آخذ في الارتفاع خلال الآونة الأخيرة اليونسف دعت جميع أصحاب المصلحة في اليمن إلى دعم حق هؤلاء الأطفال في التعليم ولعمل عبر تحقيق سلام دائم وشامل في البلاد نظمت السفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة حفلا خطابيا بمناسبة العيد الوطني الثامن والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة بأحرف من نور سجلت ثورة الرابع عشر من أكتوبر 1963 نصرا تاريخيا عظيما ومثلت إيدانا ببدء الكفاح المسلحي لإنهاء الاحتلال البريطاني البغيض من جنوب الوطن وإعادة الاعتبار لتاريخ اليمن وكرامة شعبه بفضل التضحيات وقوافل الشهداء الأبرار الذين رأوا بدماء من زكية تراب الوطن في سبيل وحدته وهويته اليمنية مبادئ جسدت بالوفاء والعرفان لتلك الكوكب من الشهداء في هذه القاعة التي احتضنت اليمنين من كافة مشاربهم للاحتفاء بهذه الذكرى الخالدة لقد كان هذا الانتصار العظيم للثورة الأكتوبرية المجيدة بمثابة تتويج تاريخي يمني وعربي لزخاما وملحمة الثورة اليمنية الخالدة أكتوبر وسبتمبر التي قلبت كل الموازين والحسابات في المنطقة واستطاعت بفضل الشرفاء المخلصون من رجالها الأبطال الأشاوس أن تستعيد لليمنيين كرامتهم الاحتفال بعد 58 عاما من ذلك التاريخ العظيم يمثل محطة أكتوبرية خالدة من محطة النضال اليمني التي شكلت وحدية الثورة اليمنية وامتدادا لثورة السادس والعشرين من سبتمبر تلازم مصيريا لتخليص اليمن من الظلم والقهر والاستبداد الكهنوتي والاستعمارية أن الثورتين سبتمبر وأكتوبر هي رغم أنها ثورتين مختلفتين في فترتين مختلفتين إلا أنها تسعى لشيء واحد هو تحرير اليمن سبتمبر سعت لي إسقاط النظام الإمامي في الشمال ثورة أكتوبر استطاعت أن تحرر الجنوب من الاستعمار البريطاني كما يأتي الاحتفاء بثورة أكتوبر وشعبنا يخوض معركته المصيرية ضد مليش الحوثي التي تريد إعادة اليمن إلى عصور الظلام وهو ما يؤكد ضرورة التلاحم الحقيقي دفاعا عن الجمهورية وإيقاف طاحونة الحرب التي تديرها تلك القوى الظلامية المدججة بالأصادير والأفكار العنصرية والسلالية والمذهبية المقيتة وتعمل على بعثها وإيقاظها بعد أن اندثرت وإلى غير رجعة تعيلي يعارق فيك الأمل وأشتغل أغنية الانتصار وأرسل أرحة عمري قبل لتلثم في وجنتيك المهار وأهديك قلبا يحب الجمال ويفتيك من عادلات الزمن الانتصار العظيم للثورة الأكتوبرية جاءت تتويجا تاريخيا لزخم وملحمة الثورة اليمنية السبتمبر وأكتوبر التي مضت باليمنين وبوطنهم قدما ليتبوأ المكانة اللائقة بين شعوب وأمم العالم تمثل ثورة الرابع عشر من أكتوبر امتدادا لثورة السادس والعشرين من سبتمبر التي امتزجت بدماء الشهداء من شمال الوطن إلى جنوب لتحريره من براثن الحكم الإمامي الكهنوتي والاستعمار البريطاني البغيض أمين العتيبة اليمن اليوم القاهرة في نشرتنا أيضا أول صلاة فجر في المسجدين الحرام والنبوي دون تباعد بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية كيف تحريره من النارقود؟ ولا أنا داري جانندور ولا أنا داري كل بيت عن احترامها أحترام البلاد كامل ما فيه خارج داعا أذي ملابس اللي فوق أنا أنا أحب لأغلقبت اللي بالله العلي العظيم أهلا بحضراتكم من جديد أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباكرونا تسجيل أربع عشرة إصابة مؤكدة بالفيروس في ست محافظات وقالت في حسابي على تويتر أن أربع إصابات سجلت في عدن مثلها في حضر موت وثلاثا في مارب وواحدة في كل من شبوة تعز الضالع وأضافت أن ستا وعشرين خالة شفاء تم تسجيلها منها أربع وعشرون في حضر موت وثلاثان في تعز بالإضافة إلى حالتي وفا سجلتا في حضر موت وبذلك يرتفع إجمالية الحالات المؤكدة إلى تسعة ألاف خمسمائة وست وعشرين منها ألف وثمانمائة وأربع وفايات وستة ألاف وأربع وخمسون خال التعاطي وعالمياً تجاوز المصابون بالفيروس تاجي حاجز مائتين وواحد واربعين مليون في وقت يشهد العالم تفشي المتحور دلتا وظهور متحورات جديدة وذكرت آخر اللحصائيات أن عدد المصابين بكوفيد ناينتين تجاوز مائتين وواحد واربعين مليون وثلاثمائة وأربع وسبعين ألف شخص فيما تجاوزت الوفايات أربع ملايين وتسعمائة واثني عشر ألف وتجاوز من تم شفاؤهم من المرض مائتين وثمانية عشر مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف شخص وفي السعودية أقيمت فجر الأحد في المسجد الحرام بمكة المكرمة والنبوي في المدينة المنورة أول صلاة دون تباعد بعد تخفيف الإجراءة الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بعد نحو عام ونصف حيث قررت السعودية سماحة بإقامة الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي دون تباعد اجتماعي مع اقتصال دخول الحرم والصلاة فيه على المحصنين من الفيروس وأظهرت لقطات مصورة نشرت وسائل إعلام رسمية عملية إزالة ملصقات التباعد داخل أروقة المسجد وساحته ومرافقه قبل أن يصطفى المصلون إلى جانب بعضهم البعض ليؤدوا صلاة الفجر كتفا إلى كتف اشتركوا في القناة نشرتنا أيضا مواطنون يعجزون عن شراء رغيف الخبز في عدن بعد وصول سعر إلى خمسين ريال اشتركوا في القناة موسيقى وصل الحال بالمواطنين في عدن إلى عجزهم عن شراء رغيف الخبز بعد أن وصل سعره إلى خمسين ريال ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار التدهور الاقتصادي وترد العملة الوطنية فترة زمنية طويلة ظل خلالها ملاك المخابز والأفران ينتظرون لعلها تأتي بشيء جديد فيما يتعلق بتحسين الظروف الاقتصادية واستقرار العملة الوطنية إلا أن تلك أماني وأحلام لم يتحقق منها شيء حينها بادر أصحاب المخابز والأفران إلى رفع تسعيرة خبز طوالب الروتي إلى خمسين ريال للقرص الواحد وهو ما زاد من حجم المعاناة وأثقل كاهل المواطن الآن إثنين روتي بمية يعني هو كل شيء غالي الواحد الزبادي بثلاث عش نقول لك يعني نطالب يعني نشتيهم من نقل يخبضوا نحن العملة ويعملوا حل للتقار إنهم يعني رقابة للمحلات رقابة للتقار إنهم ما يجدوا السعر يعني الآن في فرق ما بين دكان بمحل ومحل ما بين بقالة وبقالة ما بين سوبر ماركت سوبر ماركت الغلاء غلاء فاحش خاصة في العام هذا ونقنصها عن أصحاب الأفرام المحلات الصغيرة التقارية ويقول لك علي أنا غالي شراء ولكن نطالب من الدولة بمحاسبة التقار الكبار أو النزول عليهم بالتسعيرة الرسمية حتى أنه يصبح المواطن والصعب المبيعات الصغيرة في مشاقرات ومهاترات ونطالب من الدولة بالأمل الاستقرار ومعيشة الناس وصرف المعاشات وهذا ربنا يفقنا هنا من شاء الله ولكن الشعب تعبان نكدان ظروفه صعبة أنا الآن أخذ إذنين رويتين ما يحصلنا ما ركب الأولاد إذا معي ستة سبعة أولاد قصار معاشي خمسة عجلال ما يكفي حتى لا تسعيرة جديدة ومعاناة هي الأشد ضررا على المواطنين يرجع ملاك المخابز والأفران أسبابها إلى زيادة أسعار المواد الغذائية ودقيق القمح نحن صاحب المخابز نعاني من غلاء في الدقيق في الزيت في المحسن في الخمير في العلاقي في الحطب في الإيجارات في كل شيء المواطن يهتمهنا هنا أن نرفع القرص الروتي فلهذا المواطن الواعي فهم بكل شيء لكن بعضهم يقول أننا نرفع القرص الروتي وهذا ليس من نحن قرص ونص بمية طيب يخارج من على حسن من هذا من سعر لهم هو القرص ونص إذا حين التجارة شوف صاحب البقالة يبكر الصباح ما يفتح لك ما يقول لك يبقى عليك إلا بعدما يتصل تلفون بصعب العملة معهم رقم مجاني تجاري صاحب طيب أنا ما أستلم شاقي لا سعودي ولا دولار ولا جنيه أستليني أنا أنا أستلم ريال يمني أقيل عنده أقول للسعودي الدولار السعودي الدولار طيب على حساب من هذا أسباب كثيرة ألقت بظلالها على حياة ومعيشة المواطن البسيطة يعيش حياته بين معاناة الانتظار ومرارة العيش الذي يفتقل لأبسط مقومات الحياة بما فيها رغيف الخبز هناك أسباب كثيرة ومتداخلة مع بعضها البعض أدلت إلى هذا الواقع وليس من السهولة أن يتم معالقتها في إطار القرارات أو في إطار خطوات معينة البلد بكل يحتاج إلى عملية سلام يحتاج إلى عالة الصادرات في البلد يحتاج إلى عملية التنمية يحتاج إلى إعادة إعمار يحتاج إلى كثير من الأساسيات التي بإمكانها أن تعود التنمية عقلة التنمية من جديد وليس بإمكان قرارات لحالها أو خطوات معينة أو إعلانات أن تعيد الوضع لما كان عليه بعد سبع سنوات من الحرب والدمار والخراب هكذا يعيش المواطنون في عدن وغيرها من المحافظات اليمنية حاملين هموم حياتهم ومعاناة عيشهم التي تتفاقم يوما بعد آخر جرى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتهاوي قيمة الريال اليمني إلى أدنى مستوياته أمام العملات الأجنبية إذن وللمزيد أكثر خول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الناشط الحقوقي المخامي نزار سرارو مرحبا بكم أستاذ نزار يعني ارتفاع جنوني للأسعار ربما وصلت إلى مستويات يعجز يعني المواطن اليمني عن شراو لو حتى رغيف خبز من المسؤول في الدرجة الأساس عن ذلك؟ السلام عليكم وبالنسبة للسؤال أخي كريم المسؤول بشكل مباشر هو الشرعية ممثلة بالحكومة والمجلس الانتقالي في عدم البنت المركزين متواجدين في عدم والتجار متواجدين في عدم الاجتراج يتم عن طريق التحالف بأجن من التحالف إلى المداخل أو موانع عدم المشكلة مشكلة مركبة في الكريم نحن نعاني هنا في عدم المواطنين المواطن لا يعلم ما هي المشكلة يعني بالأخير هو يطلب سلع مقفضة يطلب غداء يستطيع شراوة ما حاليا تصور أن يصل الأمر إلى أن أصحاب البقالات يبيعوا القصة على الطماط يفتحوا القصة ويبيعوا بالكيس بالملعقة يعني أصلح بشكل ارتفاع الأسعار المواطن لا يستطيعون الشراء القرص الروفي الآن من 50 إلى 70 ريال يعني ده 10 أقراض ب700 ريال يعني موضع كارثي لو نشوف كم مدخول الأسرة لا يستطيع الأسرة يطلقا أن توفر احتياجات أساسية منها الغداء على العكل والشرب صنابالك بالكماليات الآن المشكلة مركبة جميعنا نتحالف يمنع الاستراد والتظهر بشكل ثلث بمثالي يصبح الأستراد القادمة إلى عدن تتحمل تكلفة أكبر نعم أستاذ نزار أستاذ نزار يعني في أي مكان في البلاد والأوضاع المعيشية المتردية مواطنون يحملون الحكومة الشرعية سبب ذلك باعتبار أنها حكومة شرعية معترف بها دوليا يعني كيف تفسر من ناحية أخرى كيف تفسر عدم اتخاذ الحكومة الشرعية لإصلاحات اقتصادية حتى اللحظة يا أخي الحكومة ليست لديها عطا سحري الحكومة تطلب يعني طبيعي أن يكون من أسس الدولة أن يكون هناك تزير وإستيراد أن يكون هناك تزير للنفط والحصول على العمل الصعبة وبالتالي يتم دعب الصناعة الغدائية فإذا لا نستطيع أن نصدر النفط لن نستطيع الحصول على العملة الصعبة الأمر كله عبارة عن سلسلة وحلقاتها مستقلة أن أكتفرة السلسلة هذه تنفرط العمور بالتالي يجب أن يتم فتح المنافج تضير السلسلة يكون بشكل مخفض الدولة تقوم بتخيل الضرائب يتم إدخان العملة الصعبة إلى البلاد الآن الوضع أن النكتب جاري يحاول استنزاف العملة يحاول التحصل على العملة وهذا ما يرفع شعر صرفها من أجل شراء السلسلة ومن أجل شراء البترول الآن نحن نستطيع البترول من خارج ولا نصدر فبالتالي الأمر شيء طبيعي أن ترتفع العملة في طول انهيار اقتصادي لا توجد لدينا أي حلول بتصدير النفط واستلام العملة الصعبة لدعم السلع الغدائية هذا الأمر واضح الآن المجرس الانتقالي يمنع الحكومة من العودة الآن الحكومة عادت من سيقوم بفتح المنافج التحالف يربط فتح المطارات والموانئ بشكل ثلث لكن لا بد على الحكومة أستاذ نزار أستاذ نزار أستاذ نزار يعني لا بد على الحكومة عمل اللازم حيال ذلك لا نحمل الطرفا ونترك الحكومة الشرعية وشأنها يعني المواطن اليمني هو ينشد من الحكومة الشرعية خيرا حيال ما يمر به البلد بسبب هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على كاهل المواطن بشكل مختصر أذنت نحن كمواطنين نتحمل المسؤولية نعم نحن كمواطنين أيضا نتحمل المسؤولية الشرعية ويجب أن تتحمل مسؤوليتها أو تترك مواقعها لأشخاص خادرين عن الأمل إذا لا تستطيع الحكومة أن تعمل بشكل ينفع المواطن هناك من يستطيع المجرس الانتقالي يعني لأنه يمسط على الأرض وبيضي الأرض إذا نسلموها السلطة وبعدين يتمك المحاسبته أما أنه المحاسبات السياسية ونحن الضحوية فهذا لا يمكن نعم أشكرك أشكرك جزيل الشكر الناشط الحقوقي المحامي نزار سرارو كنت معي ضيفا عبر الهاتف وفي الملف الاقتصادي البنك المركزي في عدن يوقف تراخيص رضع وخمسين شركة ومنشأة صرافة مخالفة وميليشيا الحوثي تستحوذ على أموال أربعة عشر شخصا من كبار تجار جولة اقتصادية جديدة ونستهلها بالشأن المحلي حيث أعلن البنك المركزي في عدن يقاف تراخيص مزاولة عمل الصرافة لأربعة وخمسين شركة ومنشأة الصرافة غير ملتزمة بقوانين الصرافة وتعليمات البنك كما قرأ حالت هذه الشركات للجهة القضائية والأمنية لاستكمال الجراءات القانونية اللازمة بحقهم وحذر البنك في بان له شركات ومنشأة الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات مشددا على الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عن البنك وتجنب الأعمال وممارسات التي من شأنها مضاربة في سأل الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق وأهاب البنك المركزي بكافة التجار والمواطنين توقف الحذر من التعامل مع أي شركات ومنشأة الصرافة تم توقيف تراخصها كما حذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدت تحت أي مسميات لدى الشركات ومنشأة الصرافة التي تم يقافها تجنبا لأي مساطرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لديها يأتي هذا في وقت وصل الريال يمني لمستويات قياسي حيث اقترب من سقف 1400 ريال مقابل الدولار وأكثر من 350 ريال مقابل الريال السعودية بدأت ميليشي الحوثي خضوات الاستحواد على أموال 14 شخصا من كبار التجار وصيدلتي على 2 من البنوك التجارية التي يمتلكونها وكانت نيابة الأموال العامة وجهت في الخامس من أكتوبر الجاري بالحجز التحفظي على أرصد 12 من كبار التجار يشكلون مجلس إدارة بنك اليمن والخليج بعد أن أقدمت على تشكيل لجنة الوضع اليد على البنك وألغت كافة صراحيات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ونقل كل تلك الصراحيات إلى لجنة وضع اليد التابعة لها كما وجهت بالحجز التحفظي على أموال ومتركات رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي اليمنية عبدالله الأسود ونائب المدير التنفيذي لشؤون الاتمان مهيب عون ودابت الميليشي على توجيه اتهامات سياسية لكبار المساهمين في هذه البنوك بسبب رفض بعضهم دعم جبهة القتال أو رفض الرضوخ لضلبات قادتها بدفع جبايات شخصية أو منح قروض من دون ضمانات كافية كشف مصدر بوزارة الثروة السماكية أن عوايد السادرة السماكية اليمنية بلغ 300 مليون دولار عام 2020 محاققة تعافيا كبيرا على التحديات التي واجهت هذا القطاع منذ عام 2015 وبلغ متوسط انتاج اليمن من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى العام الماضي نحو 230 ألف طن بقيمة 650 مليون دولار سطر منها 110 ألاف طن إلى أكثر من 50 دولة ب300 مليون دولار واتعد السعودية أكبر سوق عربي من الأسواق التي تصدر إليها الأسماك اليمنية تاليها سلطنة عمان بينما يتم تصدير الأسماك المجمدة عبر المنافذ البحرية ميناء عدن وميناء المكلة إلى دول شرق آسيا وجنوب أفريقيا ودول أخرى وأخيرا ارتفعت عملة بيتكوين متجاوزة 60 ألف دولار لأول مرة في 6 أشهر لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق مع تزايد الآمال في موافقة الجهة التنظيمية الأمريكية على تأسيس صندوق المؤشرات المتداولة للعقود الأجلة للعملة المشفرة وهو ما سيفتح الباب على الأرجح أمام زيادة الاستثمار في الأصول الرقمية وقفزت بيتكوين أكبر العملات المشفرة في العالم إلى نحو 62 ألف دولار في أعلى مستوى لها منذ منتصف أبريل الماضي ناقش محافظة محافظتي لحج أحمد تركي وتعز نبيل شمسان السبل الكفيلة بإنجاز مشروع الطريق الشرياني الاستراتيجي الجديد الرابطي بين محافظتي تعز ولحج وغدا وكان مشروع شقي الطريق الرابط نعم والشريان الاستراتيجي الجديد وتوسعة الدشنا في يوليو الماضي ويشكل الطريق واحدا من الطرق الرئيسية التي رأت النور بسواعد المساهمات الإنسانية الأهلية تختصر مسافات التنقل للمسافرين وينتظر استكمال ما تبقى من أعمال دك لمواقع المناطق الداخلية ضمن المشروع حتى يتم الانتقال إلى مرحلة المشروع الثانية المتمثلة في السفلة شكت الممرضة ميرفت عبدالله الفيش أحدى الممرضات بمركز العزل الصحي في مدينة زونجبار في أبيان بإيقافها عن أداء مهامها في المركز على إثر وقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتعلقة منذ ما يقارب العام وأطلق نداء استغاثتي بشأن عدم توفر أطباء في قسم طب العام والعناية المركزة إضافة إلى قلة الأدوية وعدم وجود المطهرات كون المركز يعمل على استوانات الأكسوجين من قبل الكادر التمريضية المحقر الصحي مدينة زونجبار بعد تنفيذ الوقفات الاحتجاجية السلمية بصرف مستحقاتنا وأطلاق نداء الاستقاثة حول عدم وجود أطباء وإحنا كادر التمريضي عملنا في المركز باستوانات أكسوجين فقط إلا أننا تفاقأنا بغيام مدير مكتب الصحة في المديرية ومدير مكتب الصحة في المحافظة ومدير المركز الصحي زونجبار قالتنا بعد ممارزة عملنا في المركز دون أي أسباب تذكر كوننا طالبنا بمستحقاتنا من 2020 إلى 2021 ختاما عودة للعناوين جرائم خوثية تفوق الوصف بحق المدنيين في العبدية وتدمير ست قرى بعد اقتحام الميليشيات للمركز ميليشيا الحوثي الإرهابية تواصلوا استهداف المدنيين وتفتحوا نيران أسلحتها على منازلهم في حيس الميليشيا تقتل وتشوه 22 ألف مدني منذ العام 2015 دمتم ودام الوطن بألف خير إلى اللقاء